موسيقى سابعة بتوقيت الجزائر مجز لأهم الأنباء مرحبا بكم من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقدات جولة تشمل كل من الجزائر وتونس تحضيرا للاستحقاقات العربية المقبلة وذكرت وكلة الأنباء السورية أن هذه الجولة ستشهد بحث تعزيز التعاون ثنائي في مختلف المجالة والتطورات السياسية على الساحة العربية والإقليمية وفي وقت سابق نوهت الجزائر والكويت بالديناميكية الإيجابية التي تعرفها العلاقات السورية العربية حيث أشهد سفير الكويت بالجزائر محمد مرزوق سليمان مطلق لدى استقباله أمس من قبل الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمر بلاني أشهد بحكمة الدبلوماسية الجزائرية ورؤية قادتها السديدة فيما يخص عودة سوريا إلى الجامعة العربية مؤكدا أن الوقت أثبت صحة الطرح الجزائري بضرورة إعادة سوريا إلى حظنها العربي تسهيلا لتسوية الأزمة السياسية في هذا البلد اتقاء لمخاطر التدويل والتقسيم في موضوع آخر تبادلت الأطراف المتحاربة في اليمن إطلاق صراح مئات الأسرى والمحتجزين في ثاني أكبر عملية تبادل جارت بين التحالف الحكومي وجماعة الحوثية منذ اندلاع الأزمة قبل ثماني سنوات وكانت أطراف الصراع قد أعلنت الشهر الماضي بجونيف لاتفاق على خطة لتبادل ثمانمائة أو سبعة وثمانين أسيرا ومحتجزا في عملية تستمر ثلاثة أيام اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني عدة مناطق في الضيفة الغربية المحتلة واعتقلوا فلسطينيين وقالت وكلة الأنباء الفلسطينية إن مواجهة مسلحة اندلعت بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية فيما اعتدت قوته على الوافدين إلى الأقصى بالهروات وقنابل الغازي والصوت قال بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين إن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ذقل المعروف باسم حمدتي أكد التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونقلت وكلة رويترز عن مصادر عسكرية قولها في وقت سابق إن قوات الدعم السريع شرعت في إعادة نشره وحدات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محدثات جرت الشهر الماضي تسرع الأطراف الليبية من تحركاتها في سبيل توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري يأتي ذلك في وقت عبرت فيه بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابية المشتركة المعروفة بـ 6 زائد 6 أكد ممثل البوليزاريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو سيدي محمد عمار أن بلاده ستبقى متمسكة بالكفاح المسلح دون استثناء أو دون استثناء أي وسائل مشروعة لطرد الاحتلال المغربية وأوضح سيدي عمار في تصريح أدلى به لتلفزيون الصحراوي أن الطرف الصحراوي مزال متمسكا وبقوة بموقفه الذي عبر عنه في العديد من المناسبات بما فيها البيان الذي أصدرته جبهة البوليزاريو في الثالثين أكتوبر من عام 2021 صدق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المتعلق برفع سن تقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما ما يعني رفض تنظيم استفتاء شعبي لإقرار الإصلاحات وفقا لما ورد في بيان الهيئة الدستورية بباريس ختام والموجة ستبقى روبيطون الظاهرة أسفل الشاشة في خدمتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة